فقرة دي احنا اتكلم فيها مع كابتن عادل اللي منوارنا وفوز مصر مبارح على الجابون اتنين واحد بقى ده برضو هنرجع نقول غير مرد بصراحة خلينا نبقى صرحة مع بعض عشان نقدر ان احنا نشوف المشكلة ونحاول ان احنا نعرف طب هتتحلل ازاي برضو من وجهة نظر نحنا كجمهور في الاول وفي الاخر كيراش الى حد كبير جدا الناس شايف ان هو بيجرب طيب هل الكلام ده حقيقي ولا كيراش لي وجهة نظر يمكن مختلفة وممكن زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة نتفاجئ بالشيء عبقري على الارض بيتم على كل حال احنا متأهلين للمباراة الفاصلة وكلام كتير هنتكلمه مع كابتن عادل تعيمة نجمة الاهلي السابق صباح الفل صباح نورنا نورنا كابسل بجد نتبع الخير على حضرك جابتن اهلا بي يعني نمش بقى في صياخ الكلام اللي نهوان دقلته من شوية انا كنت رسا حاسعل حضرك تحب نبتدي بكلامنا عن الاهلي ولا المنتخب بس بما انها جاملة سيلة كيراش تعالى يعني نبتدي كلامنا بيه انا حاسعل حضرتك على مش مجرد رؤيتك لمباراة الامس بين مصر والجابون عفوا انا عايز اسعل حضرك على رؤيتك للمنتخب بشكل عام من اول ما تولى يعني مسئولية القيادة الفنية ليه كيراش كيف ترى المنتخب مع الكيراش بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برضو هربط بين الناد الأهلي وكرش والمنتخب. ماتش الأهلي والزمالك، الراجل لعب بطريقة أحدث طريقة في العالم مسيماني كان يلعب بها. لو تفتكر أيام جورديولا، تفتكره عندما كان مسك برشلونة، كان يلعب بنفس الطريقة اللي يلعب بها مسيماني. هتبصد تلاقي الراجل اللي برو اللي في وسط الملعب، اللي هو كابتن الانتخب الأسباني دلوقتي، بينزل ما بين السردبكين، وبعدين بيبدأ الهجمة، وبعدين في المقدمة بيلعب راس حربة وهني. وده اللي عمله مسيماني في ماتش الزمالك، ماتش الزمالك بقى حمد فتحي بيسقط ما بين السردبكين في حالة بداية الهجمة وفي حالة الهجوم بيبقى لبر ومتقدم. لو تفتكروا ماتش الزمالك، هتبصد تلاقي تاو بيلعب ناحية الانين، قفشة أو شريف وقفشة ناحية الشمال، طيب هل شريف كان بيلعب راس حربة؟ لا، أو كان ناحية الشمال، كان وينج، كان وينج، امتى وينج، وإحنا بندافع، وإحنا بندافع، وإحنا بنهاجم، بيبقى راس حربة، وقفشة بيروح ناحية الشمال، حرية حركة، وده اللي بيحصل في جورشلونة في الأداة كبيرة النهاردة، السيتي بيلعب ازاي؟ السيتي بيلعب من غير راس حربة، راس حربة وهمية، وتبصد تلاقي دايماً الرايح في مكان راس الحربة باستمرار واحد من في وسط الملعب، وده اللي احنا شفناه ديانج، السلية، شفنا الجول اللي عملوا بالحركة الجميلة ديت، ديانج الجول الأولاني، كان فين ديانج، كان عبد 18، وده اللي بيحصل في الأندية الكبيرة، اللي راس الحربة ده بيبقى مش ممسوك، فده الحاجة دي، كروش، ناخد شباله منها، يعني انا شفت مبارح في المنشات القبل كده، مسبت الناس كأنهم يعني يعني كأنهم مثلاً أعلام أو يعني غصي في الملعب، ما ينفعش، كوراً نفعش كده، ومسبتهم في مراكز غير مراكز، وهم بيتميزوا فيها، كبيراً، أنا بسأله سؤال بس يعني مبارح ياسر ريان، ومروان حمدي وشريف، ومروان، بيلعبوا إيه؟ لا ده مكانوا، ولا ده مكانوا، ولا ده مكانوا، وبعدين أنا بلعب ماتش تحصيل حاصل، التحصيل حاصل ده، انت مش فيه جمهور عايز استنتع، طبع، والماتش الكورة ده معمول عشان إيه؟ عشان أوصل، طب هوصل بعدين، من عايز أوصل هلعب فرق كبيرة، ده الواضح إنها تبقى مشكلة لما نوصل، يعني، هلعب التقايل بقى فعلا، والله العظيمة كريم، من أيام برادلي، وكوبر، كنت بقول بنفس الكلام اللي انتو متبنيينه، كنت بقول برادلي أيامها، الراجل واخد حوالي، كان سامير عدني يمكن كان معاه إداري، أو مش عارف يعني، تقريباً يعني، واخد تقريباً مية وشوية، لعب، وبعدين لمدة ثلاث سنين ونص، جي في الماتش الأخرى بتاع غانا، رح واخد ناس ثاني خالص، كان واخد تمساح، لو تفتكروا، كان واخد تمساح، مش عارف مجموعة كده كبيرة جداً من اللعيب، جي في الماتش بتاع غانا، احنا اتغلبنا فيه فضلة جميلة جداً، وحتى الماتش اللي هنا، رح واخد ناس ثاني خالص، نفس الكلام بالنسبة الكوبر، الراجل بيدافع، وهجمة مرتدة، وبعدين، الكرة والله إنها متعة، تستمتع بجملة جميلة، المدرب، حطتها للعيبة، بينافزوه، اللي أنا بخشاه، واللي انتو بتخشوه، لأن احنا جمهور، وبنعشق مصر، وأنا متأكد انتو بتحبوا مصر جداً، زي أي واحد ماشي في الشارع، إحنا لما نقول كروش، مش مورينا حاجة فيها تفاقق، هل إحنا كده بنهاجه، عايزين مكانه، عايزين مركزه يعني، ولا إحنا عايزين نطمن، حقنا نستفصل، إحنا خايفين على منتخابنا، إحنا عايزين البطولة، إحنا عايزين نصعد، يعني المشروع، عايزين نطمن إن إحنا بلد بحجم مصر، وأنا استغربت مباري حتى بتصريح غريب جداً، يعني مصر الماضي هو الأهرام بالهود، لا، إحنا رحنا كاس عالم، من أول الدول اللي راح تكاس عالم 36، صحيح حصلت ظروف، وبعدين رحنا كاس عالم 90، وروحنا كاس عالم الدورة اللي فاتت، فمصر ليها تاريخ من دول الأكبر الدول في أفريقيا، اللي واخد عدد بطولات في أفريقيا، فأنا إذا ما ليش ماضي، مش هيبقى ليه حاضر، ولا ليه مستقبل، تشكيلات اللي هو بيلعب بيها، مفيش تثبيت تشكيل، ونمر واحد، لأي مدرب بيشتغل مبتدئ، لابد إنه أول ما يتولى فرقة، يعمل خطوط عريضة إن أنا بعمل تثبيت تشكيل، طيب ممكن أخد وجهة نظر تانية كابتان عادل يعني، ونحاول نحلل أكتر، ممكن الناس تقول لك، هو ما بقلوش فترة طويلة، وهو لسه بيتجرب، وحتى هو صرح، أنا عندي أربعين لاعب، أنا بختار منهم حداشر، ولسه الدنيا موضحت شاوي، لسه عندنا أربع شهور كمان، أو ست شهور، تريباً كيم، أربع شهور، لغاية يناير، أمم أفريقيا هيبقى أربع شهور، فالراجل لسه الدنيا ما سبتتش عشان هو يثبت تشكيل، هل حضرتك بتميل الرأي ده برضو، ولا ده مش مبرر أصلا، لا لا لا، الراجل المدرب اللي أنا جايبه، بديله دولارات كتير قوي، خلاص، ودي نقطة تحسب برضو، اللي أنا بديله، ده لازم يجي في خلال 48 ساعة، يكون لامم القصة، هو مصيماني لما جاه، كان متقلق جدا، بصراح، من أول يوم عمل إيه، لا تحسب لي، ده مدرب، مدرب، وبعدين شوف الفكرة بتاعه، وفي أي مدرب في الدنيا، بيلعب سبع بطولات بياخد منهم خمسة، وفي فعل فاعل في دوري، وماتش اللي احنا شفناه بتاع طلاع الجيش، الراجل اللي ياخد كل البطولات دي، يروح ياخد ثالث عالم، وبطلطين أفريقيا، الراجل بيشتغل مع الجهاز، مع الإدارة، إدارة مع الجهاز، للأسف، اللجنة اللي بتدير، ودي برضو من الحاجات اللي احنا مشفقين عليها، لأن حضرتك، ماينفعش بلد بإسمه مصر وحجمه مصر، يبقى اللي بيدير اتحاد الكورة الفيفا، ده لو احنا جزيرة، أي جزيرة في العالم، بيديرها اتحاد كورة وطني في البلد، نحن بقى سنتين ونص، اللي بيديرنا، الفيفا، واحدة في الفيفا، بيديرنا، ويتعين الناس، فطبعا، دي الأمور دي، لما القيادة تبقى، يعني أنا النهاردة برضو، يعني، حايز أتطمن على منتخب بلدي، واللي حضرتك بتقولي عن إيه، إنه بقاله شهر، طيب تخيل الرجل بتاع تشيلسي، جي في نص الموسم، واخد بطولة أوروبا، آه، موسيماني لما جه، ويقول لك عشرات من المدربين، بلاش أتكلم عن نفسي، بداخد فرقة، وبعد عشرين يوم دوري ممتاز، ما فيش فرقة، المصريين فيهم الخير، وفيهم العقلية، وفيهم العبقرية، محتاجين إنه ياخدوا الفرصة، فأنا كروش، طالما أنت راجل محترف، وعندك سيفي عالي جدا، زي ما أنت بتقول إن أنا الماضي أنا، ما بحكمش عليه، خلاص وإحنا كمان الماضي بتاعك، مش هنحطه، مش هنحطه، مش هنحطه، نقطة برضه دي، تبتقول إن أنا مصر أهرمات وبالهول، والله تلاتة أنا، يعني، هو قصده كده، ولا كان قصده، عشان إحنا حصلنا قبل كده، يعني على كذا مرة، يعني هو قصده على إيه، يعني ما ممكن يكون، أنا لا أفهم تأشر عشان أهرمات وبالهول على فكرة، هو قال كده، هو قال، التاريخ ليس له علاقة بالماضي، الأهرام وبالهول، هو قال أهرام وبالهول، تحديدا، تحديدا، واربعة وتلاتين جزء من الثانية، بيغير محمود علاء، وهو بيترعش، خايف إن كان فيه ضرق فاول، من نص الملعب، والرجل بتاع الجابون هيرفعها، فعايز يعمل تغيير عشان السواني دي تخلص، لما أنا قاعد على الدكة، أو أنا كلاعب في المنتخب، أو أنا كجمهور، أنا لاحظت إن الرجل متوتر جدا، إذا أنت متوتر هتدير إزاي؟ التوتر ده، يبقى مع واحد ضعيف، إيش واحد عنده الخبرات الكبيرة قوي دي، اللي أنا بناعب الجابون، وماتش تحصيل حاصل، وبعمل تغييره، محمود علاء، استلم خد الكورة لمسها، لمسهاش، عيب، إنت بضع وقت، في ماتش زي ده، وهم عشرة، تفسر ده إيه؟ يعني حد كل الأدلة والبراهين، بتؤكد إنه عنده تاريخ مشرف، وإن المدرب مخضر، لماذا لا ترون هذا منعكس في أداء منتخبنا، سواقه ماتشين ليبيا، وبص انتهاءاً بمباراة في الأمس، أربع مباريات هو الحجبات، شوفة كريم، في أحيانا المدربين، بيبقى الوكيل بتاعهم شاطر، وبيعرف سواقهم كويس، وفي مدربين مثلاً زي جزيل، وزي لما جي الناد الآلي، هل كان بيه خبرات، وليسي دي جامد، ولا حاجة، كان سي فيه، ولا حاجة تقريباً، إنما لما جي الناد الآلي، شوف مدى النجاح، ولقت بسرعة، نوعية اللاعب المصري، وإزاي إنه هو يخرج منه أحسن ما عنده، وإزاي عمل توليفة، خد بيها كمية بطولات، أعتقد 24 بطولة، 24 بطولة، عملت طفرة، بحيث إن إحنا كنا، يعني، في فترة، كنا بننافس برشلونة وريال مدريد، في الأندية اللي هي، عدد البطولات، عدد البطولات، فأنا كل ماتش، أبقى متحير الرجل ده بيفكر إزاي، وبيلعب بطريق دي، لا ده كلنا مش خطر، طب هو نهل ماتش مبارح إزاي، محمد صرق، يعني محمد صرق، أبتدازة، طيب، إحنا قلنا البداية، بلعب ياسر، ومروان، وشريف، إحنا، تقريبا ما راح نصل بقول مبارح، يعني، يعني، البنالتي، وبعد ذلك، هم، كلها جملة، لا فيه جملة، والكورات كلها عالية، حتى السوداءات التحليل، اللي كانت موجودة، بين الشطين، قالوا كلام، واقعي جدا، انت بتوحش الرجول، الشناوي مش هالجولين، وبعدين هم عاملين استحواز، عاملين خطورة، عاملين كل حاجة عليك، طيب، انت بتديت غلط كفراودة، وفي وسط الملع، والفرير اللي جايلك، مش جايب حد معاه من نجوم، كل رجوم بتوعه، ما جوش معاه، طب ونهيت إزاي، مصطفى فتحي مع محمد صلاح، مزلهم في توقيت، مع شريف، أو صلع شريف، وبعدين مروان، طب كانوا يلعبوا ازاي، ما أنا برضو، كراجل، في مهنة، عايز أفهمه، ومحمد صلاح كان بيلعب فيه، على الطرف، والمصطفى فتحي، اللي بيلعب على الطرف، أو الاتنين عندهم نفس الملكة، أو المهارة، ان هو يلعبوا على الطرف، من ناحية اليمين، من ناحية، أنا الحقيقة، ما توحي ليش، بالاطمئنان، يجوز إن أنا مخطئ، أتمنى إن أنا، وإنتوا، وكل الشعب المصري، إن نبقى مخطئين، علشان إحنا، من أتمنى الجهاز ده، ينجح، عشان في الآخر إحنا، طبعا، طبعا، في الآخر إحنا مصريين، عايزين نوحكاس عالم، ونبقى مشاضفين، أنا قلت لسة من يومين تلاتة، المدير الفني، اللي يكسب ليبيا، رايح جاي، وياخد مكافأة، أنا معرفش، كتب كده، أخد مكافأة إزاي، ده أنا لما أروح كاس عالم، وهوصل كاس عالم، وبعدين، أخش في دور المجموعات، وعدي دور المجموعات، قدي مكافأة، طبعا، أنا دخلت بقى دول الستاشر، طبعا، حققت إنجازات بالفعل؟ لأن أنا برضو، بأخد مرتب كبير، فمش معقول أبدا، إن أنا أكسب ليبيا رايح جاي، وأنا مرتب كبير، ماشي، مفروض الشهرين، هل أنت دولوا يتوزعوا علينا، بقى كمشجعين، لعشان حرقة الدم، اللي اتحرق ده، يا الله، هل أنت استمتعت، أو أي، مش إحنا، الناس اللي بيقابلونا في الشارع، هل في حد اتبسط من الأداء، في كل المشات اللي احنا لعبناها؟ لا، حقول حضرتك، طبعا، أربع مشات، مطلعناش من مباراة منهم، يعني، السعادات بأداء أو نتيجة مع بعض، يعني ممكن يكون بنتيجة مرة، لكن نتيجة وأداء، أكيد ده ماشي حاصل، بس هرجع تاني، وأبص في اللي جاي بقى، لأن خلاص، أنا حللت الفترة الحالية، خلينا نبص في اللي جاي، المباراة الفاصيلة، احنا بنتكلم تاني، أم أفريقيا خلاص، في يناري، والمباراة الفاصيلة في مارس، كان في أربع شهور، يعني زي ما كنت بقول، المباراة الفاصيلة، بتتخيلها، هيبقى شكلها عاملة، ازاي برضو، يعني، إحنا هنكون ازاي، ومفروض نبان بصورة عاملة، ازاي برضو خلط العالم، يعني، من ضمن الحاجات، وده سؤال في منتهى الروع، احنا عايزين نتطمن على المرحلة اللي جاية، يعني، سيبنا من المشاكل، وسبنا من كروش، وسبنا من كل الدنيا ديت، هنتكلم على المرحلة اللي جاية، لما اقول الباب مفتوح لكل اللعيب، ده كلمة خطيرة جدا، حضرتك، تخش كده منتخب انجلترا، بلاش منتخب انجلترا، منتخب السعودية، هتلاقي من ألف يلياء من الواحد، لحد الثلاثة وعشرين معروفين، داخل النهاردة، تقريباً وصل الكاس عالي، منتخب، كل منتخبات العربية، منتخب المغرب، منتخب الجزائر، منتخب الجزائر بيتغير، الباب مفتوح، أولاً حضرتك، علشان أخد لاعب للمنتخب، لابد يبقى عنده، نوعيات كتيرة جداً في الشخصية، بيتحمل الضغوط، راجل عنده كم من المباراة الدولية، بحيث أن أنا، تؤهله صحيح، تؤهله، فيبقى أنا لما بأخد واحد، مثلاً من المنتخب إلومبي، عنده خمسين ستين ماتش دولي، وبعدين عنده الخبرات، اتقابل قبل كده مع جماهير، أو كراجل محترف بالنسباله، لما يروح كاس عالم، دي بتعلي من قدره، وما يبقاش مخدود من المنافسين الأخوية، ولا يمنع إننا لو في حد بارس أوي، كويس أوي، إن أنا أخده في سن صغير، علشان يبقى المنتخب أو النادي أو أي حتة في العالم، الفريق بيتكون من ثلاث عناصر، عنصر خبرة، وده لازم يبقى في الفرقة، وعنصر شباب وخبرة، اللي هو في الستة وعشرين سنة، سبعة وعشرين سنة، وعنصر شباب، زي الحراج بتشوفه بكده حمد فتحي والأولاد دول، وبعدين بقى المجموعة الثالثة زي صلاح محسن، اللي هم الشباب اللي هم، واعدين، أكرب، فكل يبقى، أنا بكون المنتخب بتاعي بالشكل ده، ده اللي احنا عايزين نشوفه منه، ووعدين التصريحات بتاعته يبقى فيها كنترول، يعني أنا المقول الباب مفتوح، لأ أنا ما شوف منتخب أسبانيا، أنا عارف منتخب أسبانيا قبل ما يلعاوه، لما منتخب إنجلترا، أنا عارف منتخب إنجلترا، بلاش الدول المتقدمة دي أول، الدول العربية، بدء تونس، مش معروف منتخبها، بلورقة، هايولك ما هم ما غيروش المدير الفني بتاعهم زي ما احنا غيرناه يعني، حضراتك أنت لما بتروحي شغل تتاعي من السفر، يعني أنا يا أخواند، أنا رجاي أشتغل في نادر آل، أبتدي من السفر؟ لا، مفروض أبتدي من المستوى اللي أنا رايحة، يعني يكون عندي الخبرة اللي اتمكني أبدأ من المستوى اللي أنا رايحة، المسيماني لما جاه، قال لي إيه، أنا قريد تاريخ نادر آل، قريد تاريخ نادر آل كواس قوي، وأعرف اللعيب كواس قوي، على الرغم من هو، ما نزلش معاهم تمرين، لكن شافهم من سريهات، وليعد ضدهم، فعارف، وقاري، إنما أنا أقول الباب ما فتوح، وبعدين، ما ببتديش من السفر، أنت بيتمرن منتخب مصر، منتخب مصر، يعني حتى منتخب إيران، لا يقصد منتخب مصر كتاريخ، منتخب السعودية، لا يقارن، مش عرفة ليه جالي سؤال دلوقتي كده، سؤال قوي، هل سيجي لحظة علينا، ونقول يا ريتنا ما غيرنا، كترسام البادري، أو الموضوع ما لهش علاقة بده؟ والله أشوفي، الاعتبارات، الاعتبارات، أنا كنت بتمنها، أن عملات الاختيار، تبقى من خلال لجنة محترمة محيدة، فتختار بدون المشاعر، يعني أنا بكره فلان، أو أنا مش حابة فلان، أسابة شخصية، مش مجالها يعني، مش مجالها، وأنا بختار لبلدي، وأنا بختار لبلدي، أبقى عندي من، لسأ ما تخلقت، أقولك على حاجة تانية، أنا مثلا إيه، لما باجي أختار لعيب، مثلا في وسط الملعب، كالدفندر، ما بختار شي عادر، لا، بقول المواصفات اللي بيلعب في المكان ده، اللي بيلعب في المكان ده لازم، أولا بيجير كتير قوي، بيسدد، بيقطع من غير فاول، يعني ليها مواصفات، فأنا أخذ المواصفات دي، كالاجل التخطيط، وبعدين أنا عايز أشتري فلان، زي ديانج بكده، إحنا اختارناه، اختارناه بنان على إيه، لما تشاف، إن أنا عايز في المكان ده، واحد بيعمل الحاجات دي، بيقطع، بيشوت، بيغطوا البدنية عالية، سنه صغير، أنا بشتريه برقم، وهبيعه برقم، كل الحاجات دي، أنا بحطها، وأنا بشير اللعك، وكذلك للمنتخب، ما ينفعش أبداً، للمنتخب، يبقى حق لتجارب، ما ينفعش، أنا في الفترة اللي جاية، زي ما حركت أفضلتي، وأنا ده سؤال رائع جداً، وأنا بختار، يعني، يعني، مين اللي اختار كروش؟ هل في لان نختارته؟ أحمد مجاهد اللي اختاره؟ اللجنة؟ طب على أي أساس؟ خبراتك إيه؟ الخبرات بتاعتك إيه؟ فطبعاً أنا مش عايز أخوض بقى في الحاجات، لا، كفاية كده، كفاية كده، فأنا، علشان أجيب كروش، وأجيب فنجادة، فنجادة، بقى أقلوا ستة شهور، سبعة شهور، إيه اللي أقدموا للكرة المصرية؟ ولا حاجة؟ فطبعاً، أنا بحكم الخبرة، اللي ربنا ادهاني، خبرة كبيرة، سواء في الدور المتاز، أو في الأشبال والنشئين، عندي من الحكمة، أن ربنا يقدرني، أن أنا وأنا بختار، أختار بعناية، سأذلك بقى نوقف عند النقطة دي، الاختيار اللي بعناية، نطلع فاصل، ونرجع لكم الكلامنا بأخدرش، مرحب بيكم مرة تانية، وقبل الفاصل، كنت بقول لك كابتن عادل، أن أنا حسأله، يعني شوية أسئلة كده، عايزين إجابة منه صريحة، هو كابتن عادل، عودنا كمان على صراحته يعني، كابتن عادل، إحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل، عن تقييمك ليه كيراش، وفي نفس الوقت، هل إحنا ممكن في لحظة، يعني من الوقت كده، نيجي نقول، إحنا ندمنين إن تم تغيير، كابتن حسام البادري، حريك جاوبتنا عن النقطة دي، طيب، النقطة التانية اللي أنا عايز أروح ليها، هل حضرتك لك، يعني اختيار معين، كنت شايف أنه هو الأفضل، في تدريب المنتخب عن كيراش، ومن هو؟ والله شوفي، أدريك بس حاجة، من غير رد ديبلوماسي، لا، 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 لم أرد ديبلوماسي، أنا أريد أن أسمع أسامي، مش أسمع أحد، يعني كان فيه رجل هارفي، بتاع المنتخب السعودية، المدرب السعودية، كان كنت أنا برصحه، قبل برادلي، وقبل كوبر، وفي الفترة اللي فاتت، بس طبعاً السعودية خطفته، راح طبعاً مع المغرب، راح كاس عالم، وكان يعني، مرتبه كان عشرة ثلاث ملوعة، يعني أنا كنت برصحه يعني، النهاردة بيدرب السعودية، وعمل، يعني، وأنا بقيم مدرب، مدرب، يقيم مدرب، بس لازم يكون عندهم من الخضرة، فأنا، وأنا بختار، إذا بختار بعناية، يكون لعب دولية كتير، لعب يكون عنده خبرات، يكون شخصية، عنده الموهبة، عنده الإدارة على السيطرة، إعلامياً، بيشتغل كواس أول مع الإعلام، عشان بيبني بنيها تحتية، بيشتغل أربعة وشرين ساعة، يعني أنا مش بستنى، لما اللعيبة الجيلي، وبعدين أبتدي أعمل معسكر، وبعدين أبتدي أشتغل، لأ، أنا كل يوم في نادي، وكل وقت عمالة تابع اللعيبة، وشغلي الشاغل أن أنا ثبت التشكيل، علشان تثبيت التشكيل، اللعيب عارف أن أنا نمر واحد، ونمر اثنين يبقى معروف، والتفكير بتاع الطريقة لأنا هلعب بيها، والطريقة لأنا لعب بيها، ما هي السبتة، الطريقة دايما زي مسلماني برضو بيعمل، البسطة، أهواءات بيلعب على المرتد، أهواءات تانية، بيلعب أربعة، أثنين، ثلاثة، واحد، من المداري، موظم الوقت، في المداري، بلازم عنده المرونة، كان في فترة من الفترات، كان فيه مترشح، السؤال بتاعك، كان مترشح أربعة، بلغة انتو تعرفين على، نقول لها تانية، ترابحنا عرفينه أي مشكلة، هناك ناس عرفها اذا كان، اظن حسام الحسن، حسام حسن، حسام البدري، واظن كان فيه واحد رابع، طيب، لما نقيس الخبرات، في اللعب، وفي التدريب، وفي الشخصية، ويقول ان حسام حسن، حسام حسن، حسام حسن، هو اهواء، مفروض انه هو اللي يبقى أغتر، راح الأردن عمل معهم كفرة غير طبيعية في الفرق مع المصري داخل فرق وكارز موروح ولي وضع شديد خصوصية كان بيس أحيانا بيتقال عليه أنه فيه أحيانا أصفاء وعصبي وأنا معاهم في المجلوع ده أحيانا في وقت من الأوقات كان أعصابه بتفلت منه في الفترة اللي فاتت التدى بقاله سنتين تلاتة المراحل مصري فيه فيه كنترول إلى حد كبير فأنا عشان أكون كاره فلان أو أنا مش حابب أتعامل مع فلان الاعتبارات والمكان للمبنى ده يعني يعني فيه ناس على كفاءة عالية جدا وترشحت للمنتخبات وما اتخذتش لأنها عايزين مدرب بيه موصفات معي والموصفات دي لا يتحملها رجل محترم لا يتحملها رجل محترم فبالتالي هتبص تلاقي اللي بيدير دايما عايزة نوعية معينة مش شخصية حسام حسن أو حسام البدري لما بيروح أي حتة مع الناد الآلي عمل بطولات فبروح أفريقيا الناس عرفاه بتشوفه نجوم في مجالهم نجوم في مجالهم لما نقارن حسام حسن بإهاب جلال إزاي حسام حسن بمين؟ بإهاب جلال أي منطق يعني كلاعب كتدريب أو كدرجل عميد لعبة العالم رجل رح ثلاث مرات كاس عالم هو إبراهيم كزاهير يمين منتخب العالم فأنا فأنا الولاد بلاش حسام هجيب مدرب أجنبي مدرب أجنبي يختاره بعناية أنت محتاج لأولادك على أعلى مستوى محمد صلاح عندنا مية محمد صلاح بس أعايز ليطلعهم طب ويهتم بيهم والله الشحب المصري مليانة كريمة إحنا مصنع إحنا مصنع حقيقي كل يوم في إنتاج جديد ونمسك قطاع الناشئين من ثلاث سنين أو أربع سنين عملت جولة كده في محافظات واختبارات وإحنا حوالي 18 محافظة شفت أولاد أه طبعا طبعا والله شفت أولاد لا تقول لي ميسي بقا أولاد بتاع الولاد تحس أنه عينيه مش هنا عينيه بتلف حوالينه وقدي كده وبعدين بيعمل المهارة لا فيش مدرب علمه طبعا الموهبة دي ربنا مدهاله محتاج العين اللي تشوفه علشان تدينه ده صح فسؤالك القوي أنا جوبت عليه وبأمانة مش عايز حد يزعل مني أنا بقول ده الوجه الله إن أنا بشايف إن وأنا باختار الكفاءة باختارها علشان منتخب بلدي يوصل للمرحلة إن أنا فيها فعلا أروح كاس عالم وأنا قلب زي الحديد ما يبقاش راح خايف وأنا بلاعب السعودية أو بلاعب أرجواي المنتخب الأردن مع حسان وريم وقع أرجواي متعادلين معاهم في أرجواي عاملين شغل ووصلين تصفيات كاس عالم وحاجة يعني يقن مع الاتحاد مع المصري مع كل الأندوية عموما قدينا حننتظر كده كده لا لملك غير الانتظار ونشوف الفترة جاية حيحصل إيه؟ إيه ما ربنا يوفي خصولتنا إيه ما هلتشل كلنا كافحة؟ نتابع دي الصور لا 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 هم يعني أي حل تاني هلتبقى أحسن من الشخص أي حل إن شاء الله إن شاء الله ويفعل متخب مصري بعرضة للنوع ده من الكلام كابتن عادة أقول لحضائك إيه بس على كل أحوال إحنا الوقت المتاح لنا نتوقع الخير إن شاء الله إن شاء الله نشكر حضراتكم كمان على متابعتنا الأسبوع ده كله ومش بس حلقة يعني النهاردة الأسبوع كده انتهى ويتجدد اللقاء لحد الجاي بإذن الله واللي جاي أحسن يا رب يا رب يا رب